موسيقى السلام عليكم كديري اللبس عليكم كنت منكم تكونوا باي خير وعلى خير و بصحة جيدة مرحبا بكم في قناتي و مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم و كيفما كتبوا في الفيديو ديالنا غنشارك معاكم ملوي بالزيتون و الزعتر اللي كيدي صراحة رائع في المداق و احتفل شكل ديالو مختلف تماما و بواحد طريقة اللي مو بسطة بساف مهم بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو نخليكم مع الطريقة و كنتمنى يعجبكم الفيديو و فرجة ممتعة بالنسبة للعجين عندي هنا يا زلفة ونص ديال الفينو و عندي اربعة زلفة ديال فورس عندي واحد طريقة ديال الخميرة بالنسبة للخميرة انا درتها غير حيات الجو بارد في الصيف ما تديروهاج و غادي ندير واحد طريقة ديال الملحة غير شبيا ركو عارفين زيتون كيكون مالح و غادي ندير واحد جوج معالقة ديال العسل إلا بغيتوا تديروه ساندة ديروها اعلى و اديت اللون ديال الملوي طلع مدهاب و صافي و عندي المدافي بالنسبة للصيف ما كان ديرش انا المدافي و ما كان ديرش الخميرة كيف ما قلت لكم غير حيات دابل برد كين داك شعليش درت الملحة الخميرة و درت المدافي سفي غادي نخلط العجين ركو عارفين العجينة ديال مسمن كاتبغي شوية دليك ما كان دلكهاش صراحة انا بزاف غاي كان جمعه وتبارك الله دابرة كل شي عارف كيفاش يعجن يعني الطريقة سهله وحتى يمكن لكم استعملوا العجينة و تهي قاضية الغرض ومسا في هنا يا جماعة العجينة ديالي كيف ما كتشوفوا اه كتجي المهم العجينة ما تعطوهاش لماما الاول هي شوية بشوية دخلوا ليها شوية بشوية باش ما تجيش شجارية بزاف صافي هنا كندهنا بشوية ديال زيت النباتية اعلى وجهها باش ما تشقق صافي وكنخليها واحد عشرة دقيق بدمت لقراطها شوية وذيك الساعة نخدم بها عادي صافي نم بعد ما اه طلقت واحد شو 11 عشر دقيق ولا عشرون دقيقه كي اللي كي يديرها في الصباح وكي يصوها في العشية وكي اللي كي يديرها بالليل وكي خلي عتال الصباحات كي يخدم بها اذيك الطريقة انا كنديرها غير في الصيف يعني حيث البرد كدير الخميره ضيقة تخمر صافي هنا كنحاول نكور العجينة ديالي بالطريقة العادية هذه التقليدية اللي مولفين عليها بعد طريقة دير كل شي كاعرف صافي وكنخرج الكيميا اللي يبغي نحنا على حسب الكورة اللي يبغي نحنا صافي وكنن نحاول ندهل لها عبتاني لوجه ديالها بشوية ديال الزيت بالنسبة للحشوة اللي غاد ندير عندي هنا واحد زلفة يلزيت الكحل وعندي واحد شوية يلزيت العود وعندي الزيت عطر صراحة يد الميلانج كي يجي زوين بزاف صافي غن ناخد واحد لاشواغ وغادي نخلط فيها قاعد المكونات اللي عندي صراحة كاتجي الحشوة زوين او الاب يتزيدوا حتى الجبن اه يمكن لكم تزيدوا يعني توكي يجي زوين صراحة اه ان شاء الله ونشارك معكم المسمن الاولى الملوي بالجبن صراحة كي يجي زوين جبن ووزعتر كي يجي واحد الميلانج جوين بزاف صافي كان حاول نخلط مزيان هاد المكونات حاولوا ما تعجنوهم بزاف يعني يكونوا واحد طريفات باقيين ما يكونواش معجون بزاف حيث ما كي يجيش صراحة زوين ما كيبقاش يبن الزيتون صافي هنا يا غادي نبدا عندي هنا الزبدة اللي مدوبتهش بزاف يعني غير شوية وعندي الزيتون عندي هنا الفينو وحد الخميرة وحد الميلقة الخميرة حمرة اولى الخميرة الكيموية وعندي الزيت النباتية باش نطلق نطلق المسمن ديالي صافي هنا غا نقدر نوريكم الطريقة كيف ما كتشوفوا غير بيدما نطلق المكونات ديالي را تلقا تلعجينة بارك الله صافي هنا غا نطلقها عادية كيف الطريقة العادية كاللي صراحة لي ما كي ما كيتلقاش بزاف حني لما طلقنا عشو بنصرح العامل ما نقول لش رادرنين نسمن صراحة صافي هنا كنديرو الزبدة الزبدة كتكون بوماد يعني دايبة شو بيا حيث كانت عندي في الثلاجة ذاك شي لاش دوي بزاف كان طلقوا بيا واحد شو بيا وكان ديرو الفينو اللي درنا معاها الخمارة صافي وكان بقاوا ندهنوا بالزبدة والفينو كيف ما كتشوفوا ارامش بحل بحل مسمن يعني ما مدرتها شعلاجو كيف ما الفيديو را واضح يعني وخانها درا واضح الفيديو وكان ديرو الزيتون صراحة زيتون ما كان ديروش الداخل حيث غطقت علينا العجينة كتر صافي وكان ديروه بحل الطريقة هادي وكان خلوها ترتاح واحد شوية غير بينما نطلق واحد جوجة اخرين وانا نطلق معكم واحد اخرى بشوفوها كان نطلقوها عادية يعني بحل مسمن العادي وكان ديروها بالزبدة وكان ديرو لها الفينو كانت من الفيديو يكون ماضح وكان لويو نص لويو وكان عاودو لويو نص لويو وكان عاودو لويو نص لويو بحالة تشكل هذا كان ديروه ثاني بزبدة وكان ديروه الفينو وكان ديروه الزيتون حاول ما تكتروش بزاف الزيتون حيث مع سوف يبقى قطاع العجينة كيف ما كنت شوفو صفيو كان عاودو لويوها على جوج صفيو كان ندير ثلاثة بثلاثة ثلاثة بثلاثة بثلاثة بس تزال علي الخدمة بحالة شكلادة صفيو كان نطلق واحد اخرى صفي هنا اكملت الثالثة سنبدأ ثاني باللولة اللي خليت في اللول بحالة شكلادة نحاول نطلق كتكون تلقات شوية نطلق على هات شكل هذا وكان لويو ما كان نزير شي كان ندور صفي كان نزير وكان نطلق وكان ندور على هات شكل هذا كيف ما كنت شوفو في الفيديو صفيو كان يبقى دكا القنت الاخر وكان ندخله للداخل صفيو كان نحطوها وكان نصوبه ثاني ثاني بنفس الطريقة نطلقه وكان ندوره وكان نزيروش حاولو ما تزيروش هات شكل هذا سهلة طريقة الصراحة سهلة هات شكل ندخله صفيو كان نبسطوها شوية وكان نحطوها تلق شوية ثاني كيف ما كنت شوفو كيف ما كنت شوفو على هات شكل هذا صفيو كان نغطيوها وكان نخليوها ترتاح سهلة نبدأ بالولا اللي ان الصراحة بجيس كان طيب يعني داجة طيب بس على ود المقلة باش تسخن مزيان صفيو كان نطلقوها شوية وكان ندهنوه بالزيت وكان نقلبوه يعني ما كان خلوه عش مودة طويلة عاد نقلبوه ايضا ندهنوها بالزيت ونقلبوه الملوية باش تسخن مازال صفيو مره مره نحرقوه ومره مره نقلبوه وحتى تحمر مزيان وتكون عندنا واجده صراحة تقطع لي تمسح لي اعرفون واحد المقطع فاش كنضرب بالملوية فاش كتكونوا هكه في المقلة ساليتو كتضربوا بالملوية هكه باش تحلي يعني من الداخل صراحة مشالي هذا المقطع ما لقيتوش في تليفون عندي ولا ما عاوت ما صورتوش صافيو كتحولوا بنفس طريقة على هاد شكل هذا صراحة كي يجيد كلهم يلزيتون في الملوية صراحة كي يفتح الشاي صافيو كان مقوم مكملي بنفس طريقة كان ناخده وحده كان تلقوها شوية صراحة كي يجيد وكان نضرب صراحة كي يجيد وكان نضرب المقلة بالزيت وكان نضرب المقلة وكان نضرب المقلة كيفما كنت لكم كان نرشو بالزيت وكان قلبه وكان ساعة ما زال ما كان يعني ما كان ما خليوهاش بزاف عادي كان قلبوها صافيو كان نضرب هاد الطريقة اللي وردتكم كان نضربها لقاع الملوي اللي لدينا من نفس الطريقة وهناك يكون وجد الملوي دياننا على هاد شكل هذا صراحة كي يزوين لف الشكل دياله ولف المضاق دياله كي يجي خفيف وكي يجي لديد بزاف صراحة انا من عشاق الزيتون صراحة وكان نضرب هاد طريقة ساهل والكمية يعني الكمية تدير اللي بغيتو وكتحتفظو بيه في كلاجة وكي يجي لديكم ضيوف على غفلة هكاية ولا شي حار في حراكة صافيو انا نحلم معكم وحدة بشوفوك كي تجي من الدخل كي تجي صراحة خاوية وكتجي خفيفة وطريقة سهلة يعني ما فيهاش تعقيدات وكذا شي حاجة افما كتشوفو على هاد شكل هذا وهنا وصلنا للنهاية الفيديو وكانت منه الفيديو يعجبكم وكانت منه شرح ديالي وفمحل ديالو ما تنسوني شملني لايك ومليك ومانطيغ ديالكم واللي شاف القناة ديالي اول مرة ما يبخلش علينا باشتراك وبتفعل جارس باش يوصلكم الجديد ديالي